اشتركوا في القناة 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 الزنبوع اللي كيكون في الشجر لما القاتوش تدير ليمون لعادي ديانا تشكوا واحد جوج ليمونات ولا ثلاثة احسا هم تشكهم وتخلطهم مع ذاك الماء وتدير فيهم واحد معلقة كبيرة تسع سكين شبير وترقد الججيرة تخليه حتى نصف ساعة قد ما ترقد كي يجيز وين صافي من بعد غادي تهزوا اردو زي واحد شليلة هكا تحتروا بيني وتديرو في واحد شبيكة حتي تتقطر وتساخد واحد زلافة ديال فرعاصية ديال الحامض ووحد ترسع سكين شبير طريق تحكو وتخلطهم مزيان كيوليوا بحل كريمة وقد دهن بهم دياج مزيان من الداخل ومن بره وما بين الجلد والعدام مهم تفرق دياج بين الحامض ودسكين شبير صافي وقد جمع ليها رجيلة تاغوا وديروا في بلاستيكات وتخليفهم مجمد الوقت اللي اللي بغاتوا راكي يجيز جاج رائي سبحان الله كيولي يجي المدق دياله بحل جاج البلدي يجيز سكين بزد اهلا من بعد ما غادين وجدوا دجاج ديالنا اه ضروري دجاج ما يباتلي لكاملة باش نشف اه في الغدلين ان شاء الله غادين ناخدوا واحد معلقة كبيرة ديال سكين شبير معلقة صغيرة ديال خارقون بلدي معلقة صغيرة ديال البزار معلقة صغيرة ديال قز بريابس مطحون ومعلقة كبيرة تاقع كله سيبيثة مطحونين صدروز ديال تومة مش كوكين وربعات الحبات ديال مسكة حرة مطقوقين ولكن نطحنوهم معلقة ديال سنيدة عصير ديال حامضة كاف الى ربع مخلط ما بين زيت نباتية وبلدية اه معلقة كبيرة ديال هريثة دامت ديال الزفران اولى اللي عندو الزفران شعري ديال روم الاحفن معلقة صغيرة ديال سمنحار باكية ديال خارقون استيماعي واللوب ديال حامضة مطيرة ناخدو اللوب ديالها وجوج مع القبار ديال القصبر ونعدنوز مقطعين ارقاق هادو هما المقادر اللي غنحتاجو غنحتاجو جوج كيلو ديال البصلة بيضة انا كنأكد عالبصلة بيضة هي اللي كتب تغميرة زوينة صافي غنناخدو الخلاط ديالنا غننديرو في العاصر ديال الحامض غننديرو في الكاف اللي عندنا ديال الزيت البلدية والرومية غننديرو مع القاتع الهريثة نضيفو عليهم ثومة وثمن ولوب ديال الحامض غننخلطو المكونات مع نصف ديال لما ونطحنوهم من بعد غننفرغوه في واحد البانيو وغننفرغوه جميع السوابيل اللي تكرس إلا المسكة الحرة والزيت اللي ما غننديروهم ايه صافي الزيت والمسكة الحرة يبقى تحطوهم على الجنب ونطحوهم غننخلطو جميع السوابيل وغنناخدو الجاشة نغننفرقوه بهاد تستبيلم زيان ونحاولو ندخلو ما بين جلدو العدم وناخدو واحد الموس ولا فورشيت ونضيرو واحد توقوه في صدر تعدجاج نطقبوه كامل باش هاد هاد بيلة اللي درنا او هاد لامغينا بدخل لنا ما بين دخل في صدر ويجي حتى صدر من الدود ويجي رقم ايه صافي كناخدوه دجاج انا سناء دجاج بطيابر ما كنحزموش لاني كنضيرو حتى طريقة كنرسليه في خيادات تاعو من جهة صدر من جهة السنسول والبلاسات عفخاد كنورك هكا بيدي حتى كنرسليه بها الطريقة الناس اللي كتحليهم الجيش في الطيابر عمرهم ستحلي لتبعوا طريقة هادي يعني في الجهة الوسطانية دجاجة هاك فكيندوك اله فكيندوك اله ايه ايه نضغطوه هكا بيدي نحتك نسمعوا حتى طيقة من جهة الجوج سأصيب ها الطريقة عمر سيدم وصحيح ما كنتحلش في نفس الوقت تحتل بلنك ادخل احتل العدم اه اه ساعة يتحشل موش نهائيا كنغير حمره صافي تدير ها الطريقة وتجمع لي رجلاته وديروه في احد البانيو الدخله لتجيبات ليلة كاملة ولكن كانت طيبوه العشر ستوجده في صباح وطيبوه بالليل صافي في الغد ان شاء الله كنناخدوه تنجرة ساعنا كنحطوا ديك الدجاجة على صدر ديالهم وكنزيدوه في واحد الكيميات وكنخويه عليه وكنحطوه فوق فوق النار وكنديرو الماء ديري يعني الماء كان الروي والكيميات ما كنديروه من الاول حسل ما يكون واصل من نصر الدجاج ما يكونش مغطي الدجاج وما يكونش قل من نص ساعه من اللي كنحطه الدجاجة هاكه على صدر ساعه وكنشوفه الماء واصل لها النصر يعني مغطيش كامل ممغطيش كامل نحطوه على العافية مهيلة وكتكت تطلع فيها الغالية وكناخدو واحد القطيب ديال العود وكنديرو له توقوب هكه في الفخاد وفي الفخاد باش يخرج لنا ذاك الماء وذاك الدجاج وواحد ملاحظة اللي ضروري سيدة الزفة كيترتق ليهم هكه الدجاج بطياب ولكيتحيضيه الجلده كتهرب لناك على اللحم ما يغطوش طنجرة ضروري الطنجرة مشلولة لأن البخار من اللي يرجع هو اللي كيترتق لينا الجلده سوف نجعل الطنجرة مشلولة او ميلة هكه شوية غلاطة مهم بخار وكننقص علي العافية وكنخليه طيب رات 30 دقيقة يكون واجد وطيب اه قبل من اللي كي يوصلوا هكه الطيابة نصطيبة كنزيد عليهم علقة ديال المسكة حره اللي اتحنى انا ما كنديروش الجلد في الطياب كنديرو غير هكه المسكة حره وكنخليه يكمل طيابه من اللي كنقلبوه وكنشوفوا الجلدنا صافي راتب كنحيدوه واحد طريقة بالنسبة المتدئات اللي مكيقدرش يزوها الجلد وكيطايح اليوم ولا كيطابت يديرو حد تبصيل تبصيل هكه واخشيه من تحت الجلده وغاني نزور عطزيم واحد سهولة يعني ما يلقى شي مشكيل حتى ما يديرو يطلالوش كتبقى هكه الجلده هاي طريقة على التبصيل يعني بنسبة المتدئات اه صافي غادي نحيدو الجلد نديروه في واحد لاتا ونخليه سيبرد على خاطره وغادي ندوزوه ندبة باش نوجدوه الدغميرة غادي ناخد بعضوح الكاسر هنا غادي ندير الكبدة غادي نسلقها مع شوية مع قياسها دي الماء شوية دي المليحة ووركة موسى واحد ريس واحد طريقة دي البصلة اه صافيه غادي وطريقة دي الحامض نخليها عسر يبالينا لونها بداسكة بياد صافيه غادي نصفيه ونخليوها على جند اه في الطنجرة اللي طيبنا فيها الجاج غادي نعاودو نزيدوه فيها جميع السوابين اللي درنا من قبل كلها غادي نديرو شوية شوية منها وغادي نديرو جوش كيلو ديال البصلة اللي شلدناها على البصلة ما كنديرهاش مشالدة ساناء كنديرها طيب بعض اه مخطعها الطول ايا وخش نايت اه هكاك كنرميو جوش كيلو تعال البصلة اه بالنسبة للجاج ما ما اقلتش لك واحد اه من اللي كنرميو الجاج كنرميو عليو جوش بصلات مشالدين في الاول اياه ايا باش تخلى باش اه هو باش غادي يدغمر لنا هاد البصلة الزيس ما كنديروش مع الدجاج في الاول حتى كندي البصلة سافي وكنخليها كالطبع لخطرها وما كل مرة كنحرك باش ما تلسقش لنا في القاعد تعطينا ريحة الحراق من اللي كتب نص طيبة كنضيف عليها القنصة والعناقات والقرية بدك شي كنقطعوها كارقيق وكنضيفو كنخليها طيب مع البصلة وبالنسبة للكبدة فكرميها حتى الاخر اياه سافيه تكتب لي البصلة ذات كندغمرو ووقفت في الزويتة ساعتها كرمي الكبدة هذه كعشرة طيبة قصة وكننحيضها من فوق النار بالنسبة التقديم را السيدات السبارك اللي عليهم مغربية حادقات وكلهم كيعارثوا يقدموا هكا الجيج را كنناخدوا واحد طبصيل كننزلوه فيها الجيج دينا وكننزوقوها هكا بدغميرة وكندير واحد حامضة فيها الهريسة من الوسط وطريسة دي الحامضة متصية من الفوق والزيتون اللي كنخوي عليه أنا غير شوية طيب ما كنحيد المرطة يبتكت تحيد من الوحاف وكنناخذ واحد المعلقة من هذك الزيت الدغميرة وكندوزوا هكا الزيتون وكنزين به طبق ساعر كيجي واحد جيج السناء اللي رائع زمين بالزيج الله يعطيك الصحة تبارك الله اللي كانت سيصار اتمنى المستمعات سينجح لهم المياه في المياه ان شاء الله اكيد اتمنى كل مستمعات يكونوا في الاستماع يسجلوا معنا هاد الاقتراح وكندن وقفت على التفاصيل طريقة تحضر الدجاج ان شاء الله كيف قلتي يعني يصدق المبتدئات تبارك الله عليك الله يبارك فيك اختصانة سأعطيك اتمنى الدجاج مشوف الفران هو اللي يجيه ما نشكرهش ليه سأحتاجه لي التهوان نقياسة 4 الدجاجات ونظن سيداتي تجربه غير اتمنى يشوفه 4 الدجاجات وديه ما يكونش كبير ننتهي كمية قصبر والمعدنوس السدر والسعتومة معلقة صغيرة القصبر يوجد طحون معلقة صغيرة للخارقون بلدي معلقة الصغيرة لليLike صغيرة لسكين جبير معلقة كبيرة ل Bliss Amber ومعلقة كبيرة لليل possibility existing مقلي بالنسبة لعطرية الحوت وعطرية الجاج فمتوفرين على الناس الذين يجعون موالذات الحلوى وستحبع ربعات المحالق المطارد كل الجاجة قدت لها معلقة يعني السيد اللي دار الجاجة وحدة دير غير معلقة واحدة على المطارد وستحبت لجداماتة زعفران ومعلقة الصغيرة ديال الهريثة وكتبقى آخرين اختيارية كم تخلطوا هذه المكونات كاملين كانت دهنوا بهم الجاج ديالنا ومعلقة على الصوجة تيثة من الداحل ومن بره وكان تكتبوه يعني صدفت على الجيش ضروري انا كانت تكتبوه باش يجيني ملت جد وزوين وكان اه كان خليه على الجنب غادي ندو الزباب باش نوجد ليه الحشوة اللي غادي نحتاجوا ليها جوج باكيات ديال الفيغ مثل اه كرت طبها في المبارد واحد المدة ديال الساعة اه ومن بعد كنصفيها وكان قطعها المبارد ما كدينيش مع الجنة فعلا هاكا كشدة فراثة ساتوك القطعها بالمقافة الصغار اه كنضيف الاها 100 جرم تعال فرمج واحد مع شكل من حقوق ثلاثة الفرمجية Landes 듯ياللتين ضع الشومبانيو اللي كنصفيه من الزوتين معه في هكك دون خاطر عمل налиها ثلاثة دروس التوناء اللي حكوهم رقاقه ولكنه المهم في طرفين ايه مدح taper ايه اه كان دير معجون تعال جزء ما حتى نب lig meu t橳 وكن ضيفو عليه ثلاثة در Relations 하는 معدلة خلفي عن ثلاثة صوت معMoment l adid shakan tg jaj ومعدلة خلفي عن معدلة وكان ضيفو شوية البزار شوية سكين جبير شوية الخارقوم ومع القهة كبيرة على السوجة ومع القهة كبيرة على الهريطة كان خلطو هاد مكوينة كاملين اه صف يكن ناخدو الجاج جاعة نقسمو هاد اه هاد اه هاد اه شوشوه على ربعاب على القيات الجاج اللي عندي وكل الجاجة بنخشيفها الكيمية اللي غا تقدها صف يكن جمع لي رجلاته وكنحطه كناخد الكسكاز ديالي كنفرش لها البابي سوفيليزي كنفرشه في الكسكاز وكنوقف هذك الدجاج على الراس ساعه يعني الرجلين غايكونوا الفوق ودجاج هكا لتحت كنخلي كنفورهم واحد المدة ديال 20 دقيقة صافين من بعد كناخد اللاتا كنفرش عليها الكاريت كنفرش هذك الدجاج كامل وكنعاود نغطيه من الفوق ببابي كويسة ومن الفوق وكندير بابي ألميديوم كنحاول بابي ألميديوم دوزرع اللاتا من الفوق يعني ما نقربوش للتجاج لاننا عارف انه غير بحظي كنخلو كندخلو الفران كياخد ليه ساعتين من الفران اللي عندي أنا ديال ديال الجاز ساعتين ونص وكيبقى الوقت المدعله يحتم كل فران بعصيده ساعتين ونص كانخرجوه طيب محمر مقاد يعني ما كنت تحتاجه ضملتك بشي سلسه فعلا ايا لانه هاد الشرمول الذي مخلط فيه يعني فيه كل شي وتعطيه اللون دهبي وهو تحمروه هي في تجيه لا تشبعوش منه لا تكس حتى هذا يعني يمشي مزيان كيف قلتي في العرادة في العرادة يجيز بي يعني تباك الله رب كنا اخدو طبق فاش نقدموه في تلاتو ولا في طبصيل كنحطوه هكا الجيج وكنزينوه بشرائح تعدان تفيمي والفرما الصندويش بيت سنان ايه خضيرة مفورة تبقوه هكا سيدة والنص تخليه بيض ونصدوه في الجنجلين للأسفار وفي الخشخات ولا البابو مهين تزييرك يبقى اختياري فعلا كل سيدة تبدع في التزيين كيف مبغت ولا حسب شنو موجود عندها ويجيز بيض نصدو الخضراء اللي بتسقدموها في الخضراء مفورة راكي يجي رائع ويجيز بيض ايه بالنسبة لسانة اسمحي ديارة كان هداب دابوه وانا نتفكرها بالنسبة للجيج اللي درنام بغمر اللول ايه من اللي كنخليه فلات احته كبرد قبل ما ندخلوه الفرن يتحمر كندهنوه بمعلقة على الزبدة ايه ومعلقة على الهريطة ومعلقة على الموتاب كنخلطوهم كيولو عند نبح الكريمة كندهنو بهم الجيج وكندخلوا الجيج للفرران غير كتلتق عليه هد الكريمة اللي غادي اندهنوه بيها من اللي كنشوفوها رانشفات كنخرجوه قبل ما يدهب لي هلورو كنخرجوه وكان عاود اندهنوه بيها يعني كندهنوه جمرة هالطريقة كتجينا كتجي واحد القشرة كنفق منه يعني كجلدة عن الجيج كتجي غلية وكتجي مذهبة كتجي زوية نبذة هال ملاحبة كتبانغولاك ونصيصة مهم طريقة اللي كندخل الجيج للفرران كندهنوه جمرة المرة الولى والمرة الثانية ايه اصاصة اللي بالنسبة للجيج من دغمر وهنا يعطيك الجيج مشوي نعطيك الدبا واحد القلاس باش ارافقوه معه ان شاء الله تفضلي اول حاجة غادينوجدوا النوغة غادينحتاجوا كاز ديال سكر غادينديروه في المقلاة على عافية مهيلة حتيدوا بلينة لما نحركوه حتيدوا بذلك السكر وغاديندفوا عليه نسكس ديال اللوز مهرمش اللوز مهرمش هو القرقاع اللي بغا تسيدة بجدير النوغة انا هذي درتها باللوز بالقشرة تاعو وكننا نحركوه هكاية حتى كي تلبس لنا هذك اللوز بذك الكراميل ديال السكر صارتوه كنحيدوه وكنخوي فق الكاغيط كويسوه وكنصرحوه بحت صارتوه وكنصرحوه كي يبرد ومن اللي كنشوفوه شد فراتو كنشدو هذي نوغة كنهرسوها كلها بكترة كنحاولوه نهرسوها غير بلديد ديالنا بالنسبة للغلاس غادي نحتاجوا ليه نصف لتر ديال الحليب بارد نشبدوه من المجمد باكية عشانتي عالفاني افلوه بينك هات الكراميل يجمعه الاقبار ديال الكراميل ديالسلسل الكراميل وياهورت بينك هات الفاني مهم كنناخد انا البول والخلاط والحليب والشانتي وكلشي كندخل المجمد وحد المدة ديال نصف ساعة وليساعة على حسب الوقت حتي كي يبردو كاملين من بعد كنناخد ديك فرش غادي نخدم البول ديالي كندير فيها نصف لتر ديال الحليب باكية عالشانتي وكندير فيها يهورت زاني واساسيو كنتدربهم زيان في كنحطل على واحد الكريم اللي كتكون طالعة وشي تدفراتها من بعد كندف عليها نصف اه اه نحلطهم زيان ناخد المور فاش غادي نقدم نخوين نصف الكريمة هاتي وكان نخوين طبقة ديال النوقة اللي يصيبس وكان عاود نخوين طبقة ديال النصف لاخلي بقالية من القلاس نخوين دخل المجمد ليلة كاملة من بعد من اللي كان تبرد كنديموليها نزينها بدك شي بقالية من النوقة وفي الخوطة ديال الساس الكراميل ايه كي يجي زبين وكي يجي لديد وساهل في حذير دياله حضير وكي يجيش حاجة اللي راقية وزوينة. آآ هذه نحب واحد الكيكة ساناك تجيز بينا وكي ندي واحد سمية شوية. هنزيده على الكيكة المجنونة. هذه الكيكة المشاكة. يالله. هنمش طولة شعرة متخافيش يالله. يهت 3 سعر البيضات. آآ كاف الا ربع دية الزيت. الزيت عادية. آآ كاس دية الحليب. كاس دية السكر. كان عبره بكاس العنبة. آآ ساشي دية الفاني. عبسة دية الملحة وجوش خمارات. والدقيق يبقى على حسب حسب الخالط. سابسي كان خلطوا البيض مع الزيت مع الحليب مع السكر. وكان ديفوهم الفاني والملحة كان خلطوهم مزيان. ومن بعد كان ديفو عليهم جوش خمارات ودقيق وكان نغرب لهم. وكان ديفوه بشوي بشوي حتى كان حصلوا على الكيك العادي اللي مولي في نعدي. آآ غادي نديروه في المول سعنا وغادي نحطوه على الجنب. المول على حسب السيدة اشنو عندها وغادي نحطوه على الجنب. غادي ندزول الحشوة. غادي نحتاجو لها ثلاثة تفاحات اللي غادي نحقوهم بالقشرة ديالهم. آآ غادي نضيفو عليهم نصف كاس دية اللوز محمر ومهرمش. آآ واحدة الكمية ديال القرقاع تساوه كنتهدوه شوي بفران وكان قطعوها كترايفات صغار. وثلاثة المعالق بار ديال الشوفان. آآ وممكن سيدات ديف حتى هذا الكوك ايفيلي اللي عندها. آآ واللوز ايفيلي المهم مكسرات كتدين اللي يجبها. آآ كتخلط هاد مكونات روحة دلافة وكتدفع لهم ساشي ديال فاني وقبيصة ديال القرفة. آآ تخلطهم زيان وكتغطي هذيك الكيكة كلها بهذه الحشوة هذي. يعني ممكن تقشبها الكيكة والتي تبنيتها باقام هذي الحشوة. آآ ايب. صاح في كندخلوها الفرنطيب على درجة الحرارة مية وتمانين مدة ديال خمسة وعشرين دقيقة. من اللي كتبنيتها تحمرات من الجناد صاح وطلعت. كانها بطوال تحت كتتاخدوا حدلول اللي مذهب وكان خرجوها. بغيت تقدمها هيك راكت جيزوين او كجيل ديدة. ما بغيتش راكت تزينها بواحد آآ هذا الحالي بمراكز آآ مو حلا ولا. ايب. 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 مهم راكت جيزوين هذي الكيكة وسهلة في آآ يعني في آآ في مكونات عمشي ومشي حاجة اللي هي كتيرة. وفعلا وكيد قلت تزين كيبقى اختياري وكادلك حتى في المو اللي غانت تستعملو فيه. تواكي اعطي من ضلعتك صحة. تبارك الله عليك آآ انتصار. الاسف من قاشنا الوقت وكان شكرك بزيف بزيف انتصار عالمشاركة ديك فعالة. حتى تستعملو في القناة ديالي قناة انتصار امريم اللي ما فهمتش حاجة لهذا مرحبا بيعته في القناة. تبارك الله عليك الله يفقك ان شاء الله ومشكورة جدا لكل هذي الوصفات والاقتراحات اللي قدمتنا اليوم. تمنا انو المستمعات يعني خاصة منسبة لهاذي الاقتراحات ديال ضيافة او لم تيجيوا الناس و لم تيجيوا الحباب فكان بغيو اننا دائما نغيروا شوية. فأعتذت الجوج لانواع ديال الدجاج يعني المدغمر على الطريقات دينا المعروفة وكذلك الدجاج مشوي اللي كي يجي حتى هو زوين وكنغيرو في المداقعات ودك ساعة ممكن اننا نزينوه نرافقوه باش مما بغينا كذلك هذا غلاس اللي هو ساهل ونتمنى انكم تكون وصلتكم هاد الافكار كيفما قالت انت يصار يعني مصورين فيديو وفي نفس الوقت ترى الحلقة غدي تسمعوها يعني يوميا من خلال موقع للا بلوس بوائم اا يعني غتلقاو الحلقات للا مولاتي اللي ادخلتوا لي هوم في الاشير غتلقاو دائما حتى الحلقات اللي سبقوا مع الحلقة دي اليوم ان شاء الله غدي نتوقفوا مع فاصل المستمعينا وغدي نرجعوا مباشرة تعرفوا علش كل فائزة معنا اليوم في المسابقة اليومية غدي نمشوا مباشرة التواصل مع المستمعاء اللي شركت معنا في المسابقة واللي ربحت منتوجات التنظيف فمعنا المستمعه هي حكيمة الدرقاوي من الدربيده قلو حكيمة كويسة انا اصبح الحياة لبس عليك صبح النور وشي مزيان الحمد لله بارك الله ربي خليك انا عفتش انه بعد عرفت الصوت دالك انت تباك الله من المستمعات المشاركات في البرنامج جاعد عقلت على الصوت دالك للأسف الكنية ما عنديش فمبرك عليك حكيمة ربي خليك ربي خليك تباك الله عليك وليتنا معكم تباك الله ربح معكم ونستمع منكم كل شيء متكاملة والله بارك فيك بكم الحمد لله تبارك الله عليك فهمت المسابقة وتبارك الله في اي بلاسة احدى قلتي فيها ونضفتها نزلتي فيها المنتوج وفي نفس الوقت نزلتي الاسم فتبارك الله عليك ربحتي معنا اليوم منتوجات التنظيف مهدت من اكسد بالاضافة على انه كل صور اللي شاركت بها ركدوذوا مباشرة السحب القرعة ونتمنى ان شاء الله انك تكون من المحدودات الفوز في نهاية الشهر يعني بتاقم ديالدهب فنتمنى انكم حتى انتم ما تزيدوا تشاركوا بالصور ديالكم فيها منتوج اكسد والبلاصة اللي نضفتو ومشكورات يعني تبارك الله السيدات بعتونا بالصور كيشكروا المنتوج كيفش يعني كي نضفو قبل ومن بعد ما استعملو هاد المنتوج فبزاف ديال المشاركات اللي صراحة كنشكركم عليها وبزاف ديال المستمعات تبارك الله كيشاركوا وكيدعفوا الحضود ديالهم كيزيدوا شاركوا اكيد ان شاء الله غيتم اختيارهم باش يمشوا لسحب القرعة ونتمنى حتى تسعيد لجميع مستمعات تولى اللهم والتي ما تنسوش على انه كل هاد الصور اللي كتشاركوا فيها معنا فحاولوا انكم تبعتوها على الرقم 06-50-87-70-55 فعقلوا دائما على هاد الرقم لانه كل المسابقات اللي غاتشاركوا فيها ان شاء الله غادي تكون على هاد الرقم ديال الواتساب تابع البرنامج اللهم والتي واللي هو رقم الواتساب 06-50-87-70-55 انتمنى ان شاء الله انه كل المستمعات للمولتي يعني الحدقات يشاركوا معنا ويضعفوا الحضود ديالهم واكيد جوائز مو ميزة جدا وطاقم مدية الذهب في نهاية كل شهر فانتمنى حد سعيد لجميع مستمعات للمولتي بخط ورجنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وغاديمشوا مباشرة المسابقة ليوميا مستمعة يعني تتختار على اساس انه الوصفة ديالها هي اللي قد استحسان واللي قد دوز معنا مباشرة افتصال هاتفي قد تعطيهاد الاقتراح وفي نفس الوقت ما تنسوش على انه مو سابقة مهمة جدا في انتظاركم معلكم الا يعني تشاركوا فيها باش تربحوا مضمت ديال ذهب فانا غدي نعود لكم باش كون عند فرصة عند كل السيدات انهم يفهموا هاد المسابقة فبالنسبة لهاد المسابقة حاولوا انكم على ذاك الرقم ديال الواتساب اللي اعطيتكم ديال 056-87-7055 حاولوا انكم تبعتوني باقتراحات اللي بحال ده بايش هيوة صيبتو او لأي حلوة من الحلوية يعني انتم ما صيبتوها ويعني صوروها ونزلوا قدامها يعني الاغلفة سواء يعني شو صيبتو فيها واش يعني المنتوجات ديال ايضايا ولا المنتوجات ديال دامتي على حسب شيوة ما الحين او لا يعني حلويات وقتراحات ومخبوزات وحاولوا انكم هادك الصورة اللي غدي نشوفوا ذاك شيوة وغدي تعجب يعني اللي تعجبنا وغدي نحاولوا اننا ندوزوا كل مستمعه يوميا لإعطاتها الاقتراح فبلا ما تعطيوا المقادير والطريقة في الرقم ديال واتساب حاولوا غير هاديك الصورة يعني الصورة ديال شيوة من شيوات غير هما ضروري انكم ديروا فيها المنتوجات كيف ذكرنا على اساس انه باش نضمنوا على انه الفوز يكون مستحق على اساس انه كان بزاف ديال شيوات اللي هما دابا في انترنت موجودين بالصور فحاولوا انكم ديروا هاد الاغليفة هاد المنتوجات اللي انتم ما شاركتوا فيها يوميا غدي نختاروا مستمعه بحل دابا اليوم شاركت معنا بزاف ديال مستمعه تختارينا منهم المستمعه نزهات دريف بتماره وهذا نزهات دريف بتماره شاركت بالبريوش على شكل وردات يعني مناسبة انكم ديروهم في القوتي لاحظات وغادي تعطينا المقادير والطريقة اذا معنا مباشرة نزهات دريف من تماره قالوا نزهات على السلام عليكم لابس عليك على خير لابس عليك الحمد لله سبحك مبروك صرحت بزاف اليوم من انت واصلت معي يوالله عزيزة عندي بزاف نزهات بارك الله مرحبا مرحبا سبارك الله عليك نزهات ومشكورة جدا اللي شاركتي في المسابقة وبهذا الاقتراح بريوش على شكل وردات يعني كيجيزوين لعتك الصحة شكر بزاف المقادير متوفرين يعني في اي بيت ما فيهم مش بزاف هاتش اللي كير احنا غدي نعرف معك كدابة الطريقة والمقادير في نفس الوقت فضلي نسكلت الفورز ومجوج مع القليل السانيدة ومع القديل الخميرة ديال العجينة شوية الملح وشوية الفاني ديال نجمعها بشوية المدافي ما غريش هزلينا بزاف وندلكوها مزيان ونجدوها ترتاح 1-5 دقائق ونضيروها كويرة بحد المسمن اي بطريقة العادية طريقة العادية طريقة العادية تاتينا 11 هاتي العجينة تاتينا 11 وكان بسطوهم بحد المسمن بالزيت وكان بهنوهم بالزفدة وورقوهم بالزفدة حرارة المطبخ تتزري شوية وكان نروليهم بحد سيجار يا حسنا وكان نرولي eksic��면 بشوية المطبخ هم لديك الدائرة اللي حزمنا غير هو بنثمن زيباش مستمعات يفهمو فاش ورقتها يعني بزبدة والزيت يك كتلويها بحل رغيفة لا مش بحل رغيفة كان روليوها سهنا كان شدو من فوق يعني دي البلاسة في نورقنا كان روليوها من الول يعني مش كتدريها رغيفة وعد كتروليها لا كتروليها كتروليها الزيت وكدهنها بالزبدة صافيو كتروليها كيف كان رغيفة في نيفشنك كان روليو يجينا حريب الطويل يجينا حريب الطويل نشدو ونحزموه ايه كتلسقي يعني يجنب على جنب لا مش يجنب على جنب كان نشد يجينا بحل يغن حزمها من هذا الجنب وكترولي عندي دائرة الوزطة وجوانب كيشيتو هذه لم تفهمتها في الصراحة مالنا في الصورة كتبان وها ودرناها حريب الطويل ها حريب الياك تحزميها مالك تحزمي شي زيف واخا ايه مالك تحزميها ستبقى لك واحد تقيبة الوزطة ايه وشيتو لك دوك الجوانب واخا ايه وغتبدي تدوريها مع ذلك الجنب تدخليها وتعود يتخرجيها ايه تتكمليها كتجي لشكل وريدة مش كتجي ذلك الوريدة ذلك الشكل ايه ولكن هم يديرو كيف ما بغاوا يقدروا يديروها رغيفة فعلا ايه كيف الشكل ماشي مشكل ولكن مزين وتباوه شيشة وبحال ذلك الشكل تجي ذوين ايه يعني كتحزمي ايه يكون احسن ان شاء الله واخا عندي تصاور دياله واخا تبارك الله عليك انزام سوف يشوك ان البيغر يكون خليوها تخمر ايه من ان يقدروا لهذه الشكل دياله يخليوها تخمر ايه 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 تخمر مزين واخا يدخلوا الفراني يسخن الفراني مزين ويدخلوا الطيب ايه 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 لا تحتاج طيب بزاف ايه شكرا تبارك الله عليك انزام ضريف لا بالعكس اللي اعطيك صحاتينا الطريقة هي هذيك مدبوطة بالمقادر تبارك الله عليك انزام ضريف من تمال اربحتي منتوجات متنوعات دياله دامتي بصحة والراحة وما تنسوش مستمعنا انه يوميا كان اختاروه في الرقم الواتساب ومشكورات يعني تبارك الله في نهاية الأسبوع كتير من المستمعات تبارك الله اللي يفهمو المسابقة بعتوه بالصورة اللي فيها يعني الاقتراح اللي بغاوا يشاركوا به يعني هو مجد يعني الطريقة مثلا كل سفتات فقاس كل سفتات صابل ديال الحلويات وفيه المنتوجات سواء ديال ايديال ولا دامتي على حسب هذيك شيوه اشنو فيها يعني هذي الصورة ليوميا غادي نختارو والمستمع من المستمعات غتكون محدودة انه يوميا تربح منتوجات يعني منوع ديال ايديال ودامتي وفي نفس الوقت على انكم ما تنسوش كنعرفوه لانه كنا يعني العيلات يعزي عليهم الدهب ففرصة لانكم ان شاء الله تكونوا من المحدودات انكم تربحوا مضمة ديال الدهب كل شهر فمعلكم الا هذو كل المنتوجات اللي انتم ما كتستعملوا باستمرار غادي تاخدو جوج الاغليفة من ال ايديال وغادي تاخدو جوج اغليفة من دامتي وغادي تديروهم يعني في جوا في الدرف وغادي تسافتوهم على العنوان اللي هو إداعة ميد غاديو 55 فضاء الزرقتوني الطابق الخامس الدربدة غادي تسافتوهم على العنوان ديال إداعة ميد غاديو فضاء الزرقتوني 55 الطابق الخامس الدربدة على تقريبا يوميا على طيلة اليوم غادي تسمعوا الميد غاديو وغادي تلقاوا العنوان وفي نفس الوقت يوميا في الخلال البرنامج غادي نذكر بالعنوان ما تنسوش على أنه واحدة في انترنت يمكنكم أنكم تكتبوا العنوان ديال ميد غاديو وغادي يخرج لكم وهذاك هو العنوان اللي غادي تسافتو فيه هاد المتنوعه المفروض على أنه ليلة أم ياسين تشارك معنا اليوم لأسف ما قريتش المساج يعني مو بكرا يعني لأسف ليلة أم ياسين عيانا شويا نتمنى المانع خيال لأنه كانت في الكلينيك وعاد خرجاتك نظن ما عنديش تفاصل إن شاء الله وعاد نتواصل معها إن شاء الله إلى أمكان نتمنى ليلة أم ياسين الشفاء العاجي إن شاء الله نتمنى أنكم دعوا معها بالصحة والسلامة إن شاء الله ونتمنى يكون المانع خير بإذن الله فغدا إن شاء الله نطمئ أنه على الصحة ديالة أم ياسين نتمنى أنها تكون على خير فقد يمشيوا مباشرة لاستقبل مكلمتكم الهاتفية مرحبا إلى عندكم أي اقترحات ولا أي مشاركات تواصلوا معنا مباشرة على سفر خمسة 22-88-0060-61-62 سوف نرجع للإقترحات الانتصار أمريم بالنسبة للجاج المشوي بالطريقة ديالها واللي سوف نعود فيه المقادير والطريقة بيكون لديكم فرصة إن شاء الله على أنكم تتجربوا هذا الاقترح فبالنسبة لهذا الاقترح هو أنه سوف نأخذه الدجاج ومن الأحسن أنه تكون متوسط في الحجم داله ومن الأحسن أنه سوف يكون متوسط في الحجم داله ومن الأحسن لا يكون كبير في هذا السدر فالأسف أنه لا يأتي مزوين بزف مقارنة مع ديجات هكام متوسطين في الحجم داله تكونوا فتيين تكونوا مزيانين وحتى في المنظر فبالنسبة للجاج كيف ما أعطت هي أعطت بالنسبة للعراضة أو للدفا أو لمجموعين ما بعديتنا ربعة ديال الدجاجات أعطتنا القوام ديالربعة ديال الدجاجات ولكن كما هاد العطرية كلها اللي ذكرنا حاولوا أنكم على حساب درتوا الدجاجة رائعينكم إذا كنت بارك الله ليلة كيعرفوا يفصلوا ما بين مثلا العطرية مثلا ديال حاجة وحدة او لديال جوج او لديال ثلاثة او لديالربعة ما قد نكتره بزاف فبالنسبة للإقتراح فيه كيمية غالبة ديال القذبر مع نوس مقردين رقيق وستة درسات ديال تومام تقوكين مزيان شوية ديال القذبر يابس شوية ديال الخرقوم البلدي شوية ديال البزار شوية ديال سكينجبير شوية ديال العطرية ديال الحوت تقريبا جهة معلقة كبيرة العطرية كذلك ديال جاج مقلي هادو بجوج ausgeمورا هيدا مجالا enriched للي كيبيعو هادش ديال حلاويات ولي مشوفتش Deaf العطرية العصرية راه غادي تلقاوين كفي انكم دقول لعطرية ديال الحوت او العطرية ديال Jeez محطرية ديال stuffed dog او ل معلقة كبيرةfloجه ربعات المعالقطبرى الربعات المعالقطبرى و لهاذ العطرية علي حساسب ربعات ديال الجاجهة اما انها كنت غير دجاجه فكنضنع لان معلقة كبيرة حامرة لا تكون كافية الججدة لا تدير زعفران ولكن كيف قلنا إذا كانت تجاجة واحدة فعلى العموم سنحاولوا مثلا نعطيهم مثلا تجاجة واحدة سنأخذوا تجاجة واحدة سنأخذوا القصبر مع دنوس سنأخذوا دراسات ممتقوقين سنأخذوا قصبر يابس سنأخذ خرقوم بلدي سنأخذ لبزار سكينجبير مع القامة وسطة عطرية الحوت مع القامة وسطة عطرية الدجاج مقلي مع القامة سلسطة السوجة مع القامة الموتارد مع القامة زعفران وشوية من الهريسة الحارة او لشونية الحارة اللي بغينا وهذا الخليط نخلطوهم جيد ونشرملو به دجاج سنحاولو اننا نتكوب العود الخشب دي القطبان ونتكوهم جيد باش هذيك شرمولة تدخل حتى الداخل ونبقى وندهنو من ما بين جلدة والعدام من الداخل ومن بره ونحاولو اننا ندهنوها كاملة حتى تخلطوهم جيد لداخل الدجاجة والبره كذلك وما بين هذيك الحيمة دي الجاج وما بين جلدة ونحاولو اننا نتكوها بالعود الخشب دي القطبان باش ندخلها مزيان هذي شرمولة غادي نخليوها في تلاجة نغطيوها بلاستيك الغذائي ونخليوها حتى تشرب مزيان لقامة ممكن على انو نشرملوها ونخليوها للكاملة ممكن ساعتين ثلاثة ساعات سباح كله وعشية كلها على حسب فقاش نديروها قدمة شرب بات القوام قدمة مزيان وغادي نمشيو باش نوجدو الحشوة الحشوة اللي كانت جاجة واحدة فنص باكية دي الشعرية الصينية غا تكون كافية من غير لكلنا مثلا غا نديرو باكية دي الشعرية الصينية وغادي نزينو بها الجوانب او لفظ ليفات على حسب فغادي ناخدو باكية صغيرة مثلا دي الشعرية الصينية الفرميسال غادي نرطبوها في المبارد من اللي كترطب في المبارد فعلا كيف مأكدناش حال مرة لانهما كتجيج نهائيا معجنة كنا في اللول كنديروها في المسخون هذيك الماركة المعروفة العادية دابا ذيك الماركة الخورة اللي فيها عشيشات هي في صراحة هي كتجيج مزيانة واحتى الجودة ديالها حسن ولكن بالنسبة لهذيك الفرميسال او لشعرية الصينية المعروفة فارقدوها في المبارد وخليوها هي ركت تخطوية الوقت ولكن راه كتنزل مزيان وذيك الساعة كتزوها كتصفوها وكتقطعها بالمقص تقطع اللي بغيتو من اللي كنديروها في المسخون فارهية يعني كتنزل دغية ولكن ما كان جيو فين اننا مثلا نهزوها من هذك المسخون ونشحروها شوية في المقلة وعاد ندخلوها مثلا تفور في الكسكاس او لدخل الفران فكتكون طابت كتر من القياس فاذاك شعرية كتجي معجنة في الحشوة اللي غادي نديروه فدائما الشعرية الصينية ديروها في المبارد وعطوها الوقت ديالها دغية كتنزل ما كتعطلش بزاف سنصفيوها ونقطعوها ضروري تصفى من الماء ونقطعوها بالمقص ونضيروها في واحد الإناء هذي الفرميسيال هذي الشعرية الصينية بعدما صفيناها ارتبناها في المبارد وصفيناها من ذاك الماء وقطعناها طريفات سنضيروها في واحد الإناء ونزيدو لها مئة قرام ديال فرماج الحمر محكوك يعني ازلفة صغيرة ديال فرماج الحمر محكوك ثلاثة ديال فرماجات مثل ثلاثين او مربعين على حسب الرغبة ونأخذو الشامبينيون ذاك الفتر اللي غادين نشحروه وشوية ديال الزيت او لا شوية ديال زبدة على عافية مهيلة حتى ينزل ويتشحر كيرطعب ودك الساعة غادين نزيدو على هاد المقادير نزيدو التومة متقوقة وغادين نزيدو شوية من العطرية ديال الحوت وشوية من العطرية ديال الجاج وشوية من الموتارد وشوية من البزار اسكينجبير وشوية من الصوجة وشوية من الحار هذو قزيدو معنا ميزاننا باش ميجيناش يعني الامور مالحة بزيف فادك شاعلش هذي نحاولو ندق الملوحة ونحاولو نقوحته الى دقنا الملوحة وربعد نوبات ما كتتتتتها هذي يعني في الدقان بسي تشوف هذه الحوشوات مثلا اللي كيتابو لانه قد ما كيتابو قد ما يعني ديالك الشرمولة تطلق ذاك القوام ديالها وقد ما كتتزيد الملح فغير واحد شوية فقلنا الفيغ ميزان نرطبوها نسقطروها من الماء قطعوها طريفات ونضيروه في واحد الإناء نزيدو عليها زلافة صغيرة الفرماج حمر محكوك نزيدو عليها ثلاثة الفرماجات من ثلاثة أو مربعين نزيدو الشامبينيون الفتر سواء الطريقة واللي في العلب مصفي من هذا الماء يتشلل مزيان لانه في مواد حفظة يتشلل مزيان وعديك الساحة ونخليه حتى نشف مزيان نشف مزيان الماء ونضيرو فشوية زبدة يتشحر مليت شحر لنا نضيرو على كلمة الماء و الفرماج المثلت نضيرو الشامبينيون الفتر نضيرو البقمة ونضيفه من العطرية في النسبة للعطرية عينة ميزية نضيروها حتى تشربل القوام حتى هوا يشرب القواة ونضيرو بعض العطرية للحوت قم مهارس ماهرب العطرية للحوت رسم علقا العطرية للتجاج وهو حلقة صغيرة للمطر كينجبير خرقوم لبزار سوجينم حلقة صغيرة وشويةشونية الحارة أو الهريسة وخاصة الهريسة اللي لا كانت مصيبة في الدار غير مشرية ركت جي مالحة بزاف فنرد البل انه يوليفه واحد مالح يعني ما زوينش فاما الشونية الحراء اما الهريسة مصيبة في الدار اما الهريسة اللي كتباع ولا ندلو غير واحد رسم علقة صغيرة ونخلطو هاد القوام كله وذيك الساعة اللي كتخلطت مزيان وكنشوفو ديك الفرميسير كلها اللون ديلها مبقاش بيد يعني تخلطت بهذا العطرية وذيك الساعة كان ناخده هادا كتجاج بعد ما ترقد قلنا لي لا كاملة او لا صبح كله او لا ساعات وكان عمره بهذا الحشوة من اللي كان عمره بهذا الحشوة ذيك الساعة كان عمره بهذا الحشوة ونحاولو اننا ما ندلوش الحشوة حتى نعني ندكسوها مزيان وتولي عامرة وخارجة من جناب فنبقاونا نعمره نعمره حتى كل جيجة تاخد القياس ديال هادا الحشوة وذيك الساعة قد نجمعو لها رجلتها بطريقة العادية وقد نديروها في الكسكاس بالنسبة للطريقة فعلا مؤخرا وبزاف السيدات تبارك الله ولو كيدرون انه دائما في المطبخ دائما لوحد يكتشف شي حويجات يجرب ومن اللي كتصدق يعني كيتقسموها مع السيدات بالنسبة للطريقة هو انه في الكسكاس تعودنا على انه مثلا جاج او لالي كوكلي من اللي كان فوروهم فاحنا كننزلوهم يعني كنحطوهم نعسينها كمتكين فهذه الطريقة حتى يجيوا مزيانين وقد يدخلهم الطياب كله وكي يجيوا مزيان وانه داك الدجاج كان وقفوه على الرأس دياله الجهة ديال العنق كنحطوها وكنحطوها واقفة يعني جاجة واقفة من الجهة ديال العنق وكتبقى هي واقفة ومعهما يبقى نستفوهم في الكسكاس وخاصة في الكوكلي يجيوا مزيانين من اللي كان نستفوهم ذلك الساعة نخليهم كيتفوروا 21 دقيقة ما يحتاجوش بثاف طولة ساعة كافية وذلك الساعة منبعتولوا الساعة راحنا غدي نديروهم فلاتة ديال الفران ونديرو البابي كويسان يعني ورق الطبخ ونغطيه بالاليمينيون وندخلهم الفران حتى يتحمره من نسبة لها الدجاج ما غديش نحتاجو اننا ندهنوه بأي حاجة لانه هو دهن راسوب هذيك الشرمولة اللي فيها الموتارد والصوجة وهذيك العطية الأخرى فغدي تعطينا داك اللون اللي هو دهبي محمر فما يحتاج اننا ندهنوه بأي حاجة إلا لكم الاختيار اللي بغي يدير شوي ديزبدا اللي ما بغيش راها يعني هذيك اللون راها اللي فيها هذي العطرية كاملة كتكون كافية فكيف قلنا حاولوا انكم مرة جاية تبتوهوا يعني واقف على الرس دياله وخليوا هذيك الكوكلي او لذيك الجاج كيفور مزيان كيفور وذيك الساعة من اللي تولد ساعة راك نشوفوا انه صافي يعني طابق بتراسوب غير واحد اللون اللي فيه مدهبي محمر ذيك ساعة ندخلوه الفران الفران غطيوه مزيان حتي طيب يعني حتي يتحمر وذيك ساعة نحيدو لذيك الوريقات الكويسونت الالومينيو ونخليو كل اللون دياله وكي مدهب وذيك الساعة نقدموه بالنسبة للتقديم على حسب يعني الرغبة ديالكم يعني طبسين فرشوا في الخص ومن الأحسن نختاروا ذاك الخص اللي تكون فخيزي بحل سنينات بحلها مشنف وفيه اللوينات ما بالقهوة ما بالخضر يجي فيه منظر مزيان وكن خرجوا هذو كل الخصات ذاك الخص كان خرجوه مشنف هكا في جناب ديال التفصيل باش ما كي بقاش يبان ديال الدور التفصيل يبقى يبان غير خاص خارج من جنيبات وكن نزلوا هاد الدجاج او هاد الكوكلة على حسب اللي درنا هكا ميلين واحد مثلا ثلاثة ولا اربعة كي اللي كي خرج الحوش وغير بشوية هكا بالمعلقة كي خرجها وكاتبان وكي اللي كي يحل بالمقصر جهة ديال صدر حتى هي كتجيم زيانة وبالنسبة للتزيين فاتبارك الله لكم الاختيار ممكن انكم خرجوا يعني القرعة س letteraga او الخيزو القرعة الخيزو هذك الشوت بروكسيل داك الكرومب صغير الطباطا الصغيرة البصلة صغيره هذة بكين القط 투ص غيرة حتى هي صغيرة يعني يحاولوا انكم خرجو كل شي صغير والقطة صغيرة ل يعني الكروم الصغيرة داك شوت بروكسيل البتصلة كلهم يعني يعني يحاولوا انكم تفوروهم وديك الساعة نفس العطرية الليetheriquات وصوطوها فيهم على شوية زبداء او Для شوية الزيت العذره يزة مزيانين ونستشوفو فيهم هكا كنوع من التزيين هكا في الجنيبات ديال التفصيل كيف ممكن انكم تديروا يعني الخضرة مفورة بما فيهم اللوبيا اللوفت بتاطا الكرومب البروكلي على حسب دكشي مليم توفر فكين افكار كتيرة تزيين الكوردون باشكال مختلفة ووزينو باش مما بغيتو ممكن انكم تديروا مثلا طريف ديال الفتر مع طريف الفرماج مع طريف ديال الزيتون فيبقى على حسب الاختيار ديالكم انتمنا تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد الاقتراح انتمنا تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد الاقتراح ديال انتثار امري مشكورة جدا وفعلا نغيرو في المداقات كان عارفو لانو الدجاج كان بغيو نحضره في بزاف ديال المناسبات ولكن باشكال مختلفة وخاصة من اللي تيجي انه مثلا اي شخص يعني هكا ضيف وكيكون مثلا ضاق يعني بدجاج بوحد طريقة كان بغيو اننا نغيرو هدي يعني فرحة كان بغيو نفرحو بالناس وبالحباب اللي تيجيه فنبغيو دائما انهم يملوش كل مرة كان غيرو لهم لا في حشوات ديال البساطة لا في حشوات ديال هكا ديال الجاج وغيرو من الاقتراحات ومشكورة بارك الله السيدات دائما كي بدعو في المطبخ ديالهم وكيفيدونا بهذه الاقتراحات ناخدو معنا لوبنا من الاقادير اهلا السلام عليكم اهلا سلام عليكم اهلا مرحبا الحمدلله بخير الحمدلله الله بارك فيك كان شكركم بزاف الهال البرامج بارك الله فيك شكرا مرحبا وانتو سوي لك الطريقة بتتحضير ديال الجميرة دياليا ايه واخا شكرا اللي جزيكم بخير واخا تفضلي الو الو تفضل لبنان اخي بمسؤولك الطريقة تحضر اسمحي لي انا معدب اودني در اسمحتش بزيان واخا واخا لبنان واخا اسمحي لي بزاف بغيت الطريقات دي الخميرة البلدية يا كرام متبعة معي المخرجة الوافعة انت عرفاني اليوم واخا لبنان ان شاء الله باذن الله بزاف المستمعات واحتلي لأمي سينيار بيت شافه وتعافى ان شاء الله لانه كنا نستخينا انها تعطي الخميرة البلدية وبإذن الله ان شاء الله في الحلقات المقبلة نعطيوها وفي نفس الوقت نعطيوها من خلال البرنامج شاء الله رأس العين ما كانت مشكلة ومرحبا بك لبنان معنا ام العيد مالهوارة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا السلام عليك الحمد لله الله بارك فيك تحياليك وتحيال كل طقم ديانميد راديو تحيال المخرجة تحيالها كبيرة وتحيال كل مغاربة في مكانه ربي خليك بارك الله وفيك شكرا لك بزاف ام العيد مرحبا بك رديما كان صيفت لك في الواتساب وحنا دايني نقروف بناتنا والله لك ان شكرك وتبارك الله عليك اللي علمنا شي حاجة راكن ان كان رحمه علي وكنت من نوره الحمد لله بارك الله وفيك وكنت من نور الشفاء العازل يا ربي الليلة يا ربي امي والله إلا بعتت لي بصورة يعني البنت ديالة بعتت لي بصورة والله إلا شتناتني عليها انتمنى ان شاء الله تكون على خير انو كان ضني ما عنديش تفاصيل وش خرجت من الكلينيك ولله انتمنى ان شاء الله انتمنى ان الله يشافي الجامع بإذن الله من نجيب ليتركم 인 vehicle ใتنم اسمع الله الفاتديج في المغاربة هذه نتمنى ان يقلم والله اتمنى ان معك بم isolating لكن بمثلatie واسمضى انا ارينا الحلقة ديالان نزع منطنط الله جزيك بالخير تعود علينا حيث هنا دعيني نقروب بناتنا وكنستمعونيكم وعلمتونا اشياء كتير وكلكم تبارك الله عليكم واخا قولي لي شنو القروب ديالكم اسم دياله يا اختي القروب اللي انتو ما في الواتساب شو الاسم دياله درداشة اختي سنة واخا واخا ربي خليك سنة وسمحي لي لها اللي اودي لا اعطيك وصفات ولكن ان شاء الله مرة اخرى ماشي مشكي ان شاء الله الراسول عين ان شاء الله طلبتين حلقة ديالة منطنطن واخا تبارك الله عليك كنشكرك بزاف ام العيدة على تواصلك معنا ولما يعني على الوفاء ديالك واكيد ان شاء الله الحلقة ديالة منطنطن اختصاص الفنطبخ والحلويات نقلبو على الادات اللي دست فيها وان شاء الله ننزلها في الواتساب وفي نص الوقت يعني راه كينا في انشوفوش كينا في موقع للا بلوس بوا اما غدي ناخدوه معنا خديجة من الاغادير خديجة خديجة صباح الخار صباح النور خديجة لباس اختيتنا لباس عليك بخار الحمدلله بارك الله وفيك واحد في ديالة سورة على الخمر الملدية ايا انا اعطيها بس موخة شكرا المهمة تكون عند ديالة دقيقة جديدة يكون اه ايه انا اخلط كل جيسان بقمس وفارينة والشعير ادري القمح والشعير والفورس ايا 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 ااا ايا 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 كانت مع العجنة ليس مشكلة كان يزيد دقائق وكان عجن بالنسبة لي يلا يستحسن يستحسن يزيد معها الخميرة العادية لكي لا يضرر لأنه يضرر يتعبوني على الخميرة يتعبوني على السابق هذا كذلك يتعبوني عجنة فيها ومهم لكي تتعبوني يتعبوني على العجنة تتعبوني من قياف من قياف ومهمة طويلة فقط من قياف وتتعبوني على الشعر وتتعبونيها وتتعبوني ويمكنها ومهم وتتعبوني عجنة عادية تقريبا ومن قيمة الصباح لم يكن يقرب العصر لو أمكت مع العجنة لا يتعبوني لو أريد ان تأخذوني مبارك الله وفيك الله يجهدك بخير تبارك الله عليك شكرا لك بزيار الله يبارك فيك سبحك مبرك الحمد لله تبارك الله عليك خديجة مرحبا مرحبا بالمشاركة ديالك نواصل دائما باقي المكالمات معنا فاطيما من الورزازات ألو فاطيما والسلام عليكم وعليكم السلام ارحمة الله النس delegate و الشيء الحمد لله و ملديك فايضة شكرا بخير لم أعطني مقادير شكرا بمدار هذه العجينة للبريوش في الصراحة لكي تجيزوينها انا اعطيني غير مقادر اذا شوف تصبرين معي تالغدال انو ما عنديش اليوم مشي مشي همرة انت عقلي باش ايه لا اعطيت الاقتراح مني نقول الاقتراح للبريوش على شكل وريدة وياكي فيما قات المستمعارة هاد الوصفة ديكسا انت ديري هكي فيما بغيتي يعني شكل اللي بغيتي يا بريوش يا هكا غريسات يا وريدات على حسب من المقادر والطريقة ان شاء الله هيتعود سيفتهم ليه للنظام بإذن الله في الواتساب ومع هذيك الصورة ديال الاقتراح كيفاش لويتها يعني كيفاش حزمتها على شكل وريدة فاش ان شاء الله نوصل لكم الفكرة اكتر بالنسبة الحلقة كندن ديال نظام انتان تان هي ديال الحلقة هي ديال سبع وعشرين يمكن في الشهر سبع وعشرين في واخا غادي نحاول ان شاء الله نبحث على الحلقة ديال نظام انتان تان ونزلها كيف قلت في الواتساب ونزلها حتى في الارشيف ديال الحلقات ما تنسوش على انه راه نزول عن طلب كتير من السيدات اللي في الصراحة كانوا تحيرو كيفين غادي نلقاو الحلقات ديال برنامج اللامولاتي باش يعودوا يستفدو فرا هيك في انكم ندخلو في موقع للا بلوس ونتمنى انه نقول كل مستمعه يعني كتسمعني دابا ونك نتكلم تحاول انها تقلب معايا في نفس الوقت باش عرف علش كنهضر يعني في جوجل مثلا الى درنا للا بلوس ستخرج لنا للا بلوس بو اما من اللي سنحاول للا بلوس بو اما ونوركو عليها فمن اللي سننشيو مباشرة الموقع للا بلوس الرسمي ديالنا ستلقاو في انا قو ديكور ستلقاو في حداك للا بلوس ستلقاو في صحة وجمال ستلقاو حلقات للا مولاتي ستلقاو دابا اربعة ديال الحلقات اللي فيهم ديال ثلاثة فشهد شهر وديال ثمانية فشهر وبعث فشهر وعشر فشهر يعني اربعة ديال الحلقات وما ذالي ان شاء الله غادي نكمله وذيك الثاعة انا غادي نحاول نجو ما غير عقله على النهار للحلقة مثلا لكل مستمعه او لا اي اقتراح داس غيف النهار اللي داس فيه يعني غلادات يعني غي التاريخ ودخله مباشرة را غادي تلقاو هذا من جهة لكن حلقات للا مولاتي غادي تلقاوهم اهم الوصفات اللي كيدوزوا معانا ان شاء الله في البرنامج واللي كنختارو لكم راح في الموقع ديال للا مولاتي زيتوا عينكم واحد شوية الفوق غادي تلقاو اف يعني ديك الاشارة ديال فيسبوك غير غا توركو على فيسبوك راح مباشرة غاديكم الفيسبوك ديال للا مولاتي الرسمي واللي فيه اهم الوصفات اما مصورين فيديو اما مكتوبين بالمقادير بالطريقة بالصورة باش تكون عندكم فرصة انكم ترجعوا الاقتراحات فغير بحثو مزيان في موقع للا بلس بوائم ا راح كين بزاف الامور يلمين ين يبحثو على الفيسبوك وشمع الموقع اللي فيه الوصفات الى او الاوركتو على الحلقة للا مولاتي غادي تسميعوا الحلقات الان مشيتوا للا بلس لايما كنتكلمة الموقع لللا بلس لايما كنتكلم على موقع لللا بلس الى مشيتوا للا بلس ارا غادي تلقاوارشيف في الحوايجات لليهوم مصورين فيديو بحال دة با انا 베هو او وايب على حدك باللا بلوس ارا غادي تلقاو única في الصفحة الأولى تلقى مثلا ساندويتش بالخبز العربي بالحشوة بالنسبة لولدات براونيز بمكونات بسيطة وطريقة سهلة رواسة سهلة في التحضير أصابع الطاقة اللي هم الصحيين اللي فيهم الخرطار والفواكيل الجافة واللي ممكن ان الولدات يديهم معهم بحلقة تغريبة بالعسل ومكونات بسيطة ومدق زوين كين سابلي يعني بلاتو ديال سابلي كيفاش ممكن انكم تحضروا بطريقة سهلة إلا مشينا مثلا صفحة تانية ستلقاوا كيكا بطبقة معلكة من الفوق ومقرمشة من الفوق ستلقاوا طريقة إلا نقدموا المائدة ديال الشاي يعني صور وافكار كيفاش نزوقوا الحلوة في التفصيل كيفاش نقدوا هاد الأمور ستلقاوا افكار كثيرة ستلقاوا مثلا بسكويت ديال الوليدات بالخرطال ستلقاوا حلويات بلافران يعني ما كيتيبوش ستلقاوا كورا تزال بطاة مقرمشين فيهم الجبل من الداخل ستلقاوا كابكاك مالح يعني بلزيبيناغ بالسبانيخ هذه في صفحة تانية وغيرون توما غادين ستبارك الله ميتين وثلاثة وعين يعني صفحة اللي ممكن انكم تستافدوا منها باقتراحات مميزين وأما إلا بغيتوا الحلقات ديال الولا مولاتي فارغتي تلقاوهم مباشرة يعني في هاد الموقع نيت للا بلوس بوائما كين حدكت للا بلوس كيف قلت اللي غاتلقاوا في أرشيف ديال الوصفات إلا وركتوا على اف فين كان الفيسبوك اللي فيه الوصفات ولمشيتوا الحلقات للا مولاتي فارغتي تلقاو الحلقات ونحاولوا ان شاء الله نقلب على الحلقات ونزلها وفي نفس الوقت نحن نكملين فابتداء من ذلك الأسبوع اللي فت ونحن نحن في الحلقات وان شاء الله يكون خير سنأخذوا معنا مكالمهم بعد فاصل معنا ماليكة من الدربدة نبس عليك سبحتي الحمد لله نعبا الله يبارك فيك سنعطي طبق طبقة الجيج كي يجري هكذا ايه سنقصلي سننقصلي سنقصلي وينشفلينا اول ما نأخذه مطارد ونأخذهم شعر الزفران للحرف الي لم يكن لديه مجدد الزفران نحركه زيان ونحن ذاك الدجاج لدينا نحن نأخذ كلهم مداخل ومن براهم ونشرب نأخذ واحد الايناء نأخذ واحد الايناء ونأخذ الكزي المصغير ونأخذ شعر الملحة نأخذ البزعف نأخذ بزعر نأخذ نجبير شوية دي الخرق ومعود شوية دي الهريسة وشوية دي التحميرة وعصر دي الحامض أنا خلطوا هاد الشرمولة دينا ما فيوش قزوره ملي خلطوها مزيان نهزو لك الدجاج دينا ونمربنده وفدل الخاليط ونخليه يشرب تاني شوية كنجيبوا الوصلا دينا كنشل دوا نشل دوا رقيق وحجي جمسلات ودى ثلاثة كبار كنشل دوهم مزيان وكنزيدهم حد كزيز الزبيب الزبيب يكون مرتض كان ناخدوا الموضي الفران الأحسن يكون دي لقى الجياش كان نحطوه في هادك الجياش دينا يشرب تاني شرمولة وكان ناخدو ديك الوصلا هي وزبيب كل لحوم ديك الخاليط اللي شاط لنا ايه كنم رقدا في الجياش كان نخلطو فيه مزيان وكان نزو وكان نقبو على ديك الجياش ايه نديروه ملتح شوية نديروه الجناب نديروه الزيس نديرو شوية الزيس ما الفوق ودخلوه الفراني طيب ايه طيب واخليوه طيب كناخدوه شفرج من دينا كان نرسله وكان نقبوه نديروه الأاشكل بحالة كان نديرا القنام كان نقطرو كنديروه يتسلق معشيدي hol пришرق منه وческиديك جائب اه حتى كي طبيعه شفرج دياني وكان نسلة منه لانسمعون يجربوه تهتك سحا كان الشورجل من الحسن يدره هالطريقة الوليدان صمر كيجراء الطابق ، والفران أحا أنا أعطيك بسبوصة دقيقة دي القمح تي يزوينه وسهله وكنت من المثبات يدره اكتراحة للداري الصغر مهم مهم لديه نحن البيضاء ونجوش كيسان دياله هو طبيعي و بالعبار دي الكاس كان عبره الزيت و بالعبار دي الكاس لا تحصيبه الماء وندره السنينة كان طربوا دمكوينتهم مزيعة بخلاط كاربائي كان حيدوهم كان ديرو جج معلق ديل الكوك وكان ديرو جج خمارات وكان زيلوا دقيق ديل فينو بشوية بشوية نعجينا الخالط ما يكونش تقيل يكون شوية خفيف سابقا نجيبو المقرين وما كتل السقش كان ديناه بشوية دي الزيت ورش شور دقيق ديل فينو وكان دخلو الخالط دينا ودخلوها الفران ميكات طيب كان خليو حتى كجبهد ودخنا مزيان كومفيتير وشورو الكوك وقدموها بصحة وراحة لعتك صحة باقي الحال ايه تفضلي لعتك هاتبع بأخذي السرديل لان السرديل دارو ورده بالدريس ورده في الوقت دي البرد فيكون زوان الطبق ساعل وكانت منه مستمعيته ويجربه كان جيبوا السرديل لي هناك نغسلوهم زيان وكانخليو حتى كينشف وكان تحنوه فتحانا ليه دوية وله السيدين خلاط لي عندها كانت تحنوه وكانزيدو لي شوية دي قصورو عنده وصفن شوية دي التومة شوية دي زيت الوديا شوية دي الكامو شوية دي الملحة شوية دي بزهار وسكن الجبير والخرقو معود وشوية دي التحميرة هو واحد معلقة وترجوهش في الكيلو دي الروز الروز اللي كان ذاك الرقيق دي بركين واحد منه ورقيقه لما تسلقوا السيدة ولكن شوية غليط قصة تسلقوا الشيطة لانضغيق كان خلطوا المكونات مزيان دي السردين ونجنوه مزيان وخلهم يلتاحوا كان جيبوا المقلة كان شلضوا السلاء كان شلضوا السلسك ورقيقه ونجدوها في المقلة نجدوها الزيت البلدية ونصطوها مزيان فاكد نزن ديروها شوية دي الملحة شوية دي بزار شوية دي تحميرة كانت تحرينها مزيان كان ناخدو ذاك السردين كان ديروه على شكل كويرات وشكل أصابيع وكان حطوه فوق المقلة وكان غطيه وكان خليه طيب طيب عن المال صارك طيب كان نشوف شوية زيتون قطاع وقدموه صحة وراحة وهاتك صحة تبارك الله عليك مصباحكم نراك ما يكون بس عندك وشكرا لك بزفع المشاركة ديالك تبارك الله عليك بدان المستمعين قد نتوقع مع فاصل واكد قد نرجعون ونوصلوا باقي المكالمات من خلال برنامج للمولاتي لقاءنا بكم مستمعين ما زال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وقد ندخدهم بهنا امينا من القناة ترأى له؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كديرا الحمد لله الله يبارك فيك كل شيء على خير بارك الله وفيك مرحبا بالخير ان شاء الله مرحبا بك امينا مرحبا بارك الله وفيك انا بغيت نعطي على الخميرة البلدية ايه؟ وخا شكرا انا نهار اللي اخديت اخديت مثلا كنديل زلافة ديال القمح القمح البلدي مغسول مصايب بنخالة دياله كنديل زلافة انا كنعجنه في دائرة طويجين صغير ورد يالتين ايه؟ كنديل زلافة وكنناخد عي المال ما العادي وكنعجنها كنخليها شوية مرخوفة مرخوفة ايه؟ وكنت خليها لدرتها دياله شوية تقريبا يومين توجد انا كنت تدرت هذه الساعة في البرد وانا انا لدي خميرة البلدية امه ندرتها في البرد يومين عد وجدت لي امه وخا نوعي منيك توجد الطريقة اللي كنفطة منيك توجد هي مدى الوجتات كناخد الخميرة كاملة نجد قليب من هذه الخميرة اللي فطاجين عندي امه ويه نعجن الخفز ذيلي كنخليها لديكتن ديرها في الطاصة دير الزاج ونخليها وكننعجنها امه منيك نعجنها تقبعة بحي لبهه في البرد كنتكتن عجن بعد مرة في الليل بعد مرة في مرة يالله خمل صغير دعا تبارك الله منك الحصول اتغيرها دعية توجد ايه ساعة ونص ساعة عقاية تخمر ايه ونجعل ذلك شوية اللي خليته اسمه ما كان ديلا تمر ما كان ديلا شريحة لتحاجة ايه 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 ويو الحاجة الوحيدة اللي بغيت تخمرها وكي تحبيها وتقتنعي بها وتبغيها كما قال الدكتور الحليم فعلا لا بالصحة تخلف وتعطيه وصبح الله وتستق تجي مزيانة ايه اعطي اللي عين لعيتك سحة تبارك الله عليك وصفة ديلا الطريقة ونجعل ذلك شوية منك نشوف الخبز انا غاي ساليليا ام كنت نجبدة ذلك شوية كان اجنف الليل في الطعجين والغد لي كنناخذ من النوع ساني وكننبقى ديلا الطريقة اللي كانمشي بها مزيان ايه فعلا والصراحة هي صحية وزوينة وكي تجي في الخبز بنينا اه 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 امينة تبارك الله عليك اتمنى المستمعات تكون تكون في الاستماع وتسجل طريقة ديالك اللي عتك سحة لا تغبريش يا امينة مرحبا بك مرحبا بك في اي وقت و المزيد من الوصفات ان شاء الله مرحبا اه معنا ذكية من تارودانت السلام عليكم السلام عليكم السلام رحمة الله ذكية الحمد لله بنتي انا غدي نعطيكم تانا الخميرة بالديلة ايه اوخة اوخة ايه المهم غدي انا تنفض واحد ستلفة ديال عبرتها ديال مية وخمسة وعشرين جرام ديال وقبح وقبح كما قالت السيدة مغزول على يده مقلي اه ومتحون بنو خالته تدري في التواجين ديال ديال ترابلة شئينة ديال زاجن ايه تدخذ عجني غير المدافع عادي ولكن انا تنعجنها مع الصباح بكري قبل ما نحجر ايه تبقى غير بوعش من الساعة وتتخمر حمتي حدب اليوم عجنتها مع الخمسة لغة مع الخمسة تنعجن بيع عادي اه في لقيتة الساعة كما قالت السيدة تتخمر سيطلاس ساعة اول ساعة او نصف تخمر تتطع مزين تندير ذلك الكثب كله تنفلي منه شوية قياس مقلقة صغيرة وتنعود ندير فيها شوية تطقيق وتنخليها غير المهم ما خاصاش تخليها بحال تبطع على ربعات اه اربع ايام اولا فمتي تتحطي وعطي ذلك راحة الحموضة ايه فعلا تدعطي اليوم تعجن منها وتخلي ثاني شوية ما تعجن الغدة ثاني تتخلط فيه شوية وتخليه وتيبقى انا دبع عندي ايجي ناديل 8 سنة اه ايه 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 ساعة 8 سنة ومميلا كانت غادي تصافل شي بلاسة ولو عندها شي جارتها متفاهمة معها هادي تعطيها اليها ومليد شي تانية تعطيها ذلك شوية وتعجن به هاته اه غير تبقى كامل بالنخالة ديالو وما تديرهاش في بوطة ديال الميكة تديرها في حاجة وتعطين ونلزاج وغطيتها صافي هذا ولي شرط دياله الوحيد وما تخليهاش تبطى على ثلث يوم واربع يوم حيط تحمط إلا ما بغتهاش خاصة ولا بدت تسيد ذاك الهوالي فيهو تزيد شوية تبقى كامل وهكذا ايه ايه وبالنسبة للبريوش اللي قلت تسيدة بغت العجينة على البريوش ايه نعطيها لك واخا وميما تتاخد نصف كيلو ديال كقفارس ايه ايه تدير في نسكة ديال الزيت لوسيور او لا زيت المائدة ايه الزيت رومية مع القاة كبيرة ديالساندة غنارة الزاء او لا ايه ايه فانيا مع القاة على حسب الجو ايه ايه لكن عند الجو بارد تدير مع القاة كبيرة ايه جو سخون تديرها مع القاة صغيرة تدير مع القاة كبيرة ديال الحليب غبراء او لا كاسد ديال الحليب سائل ايه وتتعجن عادي جوج مع القاة ديال الزيتات تتخليهم جانبا ميم تتعجن بالمدافع مزيان وتدلك الشر ديال البريوش والدلك تدلك مزيان هي اللي بغى تديرو قرص ديال زنان هادي تدير شوية ديال النافع واحبة حلاوة وزن جنان مهم هي بغى تديرو على شكل كرواصة ايه هادي تاخد هكا يو تخليتي خمر النبلولة واحد من الساعة تقاو تحلو و تدير فيه مع القاة واحدة من هذي الزبدة لخلات جانبا مهم و تدلكم زيان و تخليه من بعد غادي تدير كرواصة هادي تحل بدت تدير ديال بول صغار تحلهم زيان تبسطهم و تدير هذي الزبدة اللي خلات بدت تديرها و تدير واحد البول صغيرة و تحلها بحل مسمنا و تدير دهنها من الفوق و تدير الخروط تدير ثلاثة طبقات ولا أربعة فهمتين واحدة على وحدة من بعد تقسمها على جوج و تقسمها على أربعة و تقسمها على ستة و تقسمها على ثمانية فهمتين كيف تدير فكرة تتحلو من الرأس تدير شوية الشوكولات و تتلويهم على شكل هلاليات و تتصرفهم في الطاوة تدهن بصفرتها على البيت و شوية الحليب و تخليها حتى تدخمر و تدهنها ثاني عطها تدفع الفران تدخل الفران جيد و تنقص عليه و تدفع حتى تتحمر من تحت تعود ثانية تتحمر من الفوق تتحمر من الفوق تريد تدهنها باكا بشي حاجة بحل شوكولات و كوكا أو لا تدهنها من الفوق و تدير شوكولات و كوكا أو اللوز على حسب الاستطاع هي تقدرنا تدير معلقة الساندة و تدخليها ملحة و تدر فيها شوية الملحة و تدخليها من بعد تدير فيها اما الفرماج أو الشوكولات و اما تديرها شوية ما طيشها مطحونة مؤلبة و تدير شوية الطون و تديرها ملحة تديرها بسحورة مهمة من ذلك القائبة بعدها العاجيل اياه كيف تديرها اشكال كثيرة هاتي لك لا اعطيك سحاتة بك الله عليك شكرا لك بزاف على توصلكم معنا مشكورة مرحبا بك في اي وقت برك الله عليك لا اعطيك سحاتة بك الله عليك و انتمنى تكون وصلتكم الفكرة لها دبريوش و اكيد ان شاء الله نعطيها الاقتراحات من اقتراحات لهاك لكي يجيون مزيانين المناسبة لكوتي مشكورة جميلة جميلة اختنا عيما امنوها شكراها بزاف لانه عادة ببعتت لي بفيديو هي عرفات الطريقة ديال بريوش لعلى شكل وردة اللي كانت تعطيتنا دبانة انزها الدريف اللي شاركت به ربحات غير هي شرحتها لي بصورة لي فيديو اقلعتك صحة جميلة صورة لي فيديو يعني بزاف بشال فبشال يعني دارت الطريقة عنديها لهاد العجينة باش على الاقل توصلنا الفكرة لانه يا قتلي انا فيتم صيبها شحة مرة فدب العجينة ما قداميش وحاولت انها توريها ليا بشال فالله اعتكس حافينا نوصلت الفكرة على اسد انه فيكون حريبل وكتحزم يعني هو حريبل طويل وكتحاول تلوي على حسب الدورة ديال الدمليج يعني دورة وكتحاول يعني بما انه العجينة محلولة من واحد جهة فكتحزم يعني كتعقد بحلة كتعقدها كتحزم كتجر كتقول لي بحل هي الاكده في expressions وكتعاود على ثاني تلويه لجيال الكرة باش كتجي على ثانيا حزمة آخرى حزمة 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 يعني Mix حتى كييجيوا على الشكل البريوش ف استى انها وصلتني الفكرة وهذه نحاول ان شاء الله من هنا غاء الاقتراح ونعاود نذكر بيها وشكرا يعني تبارك الله فال صرحات ما سيتعني الحمدلله في البرنامج وانه دائما مليك تكون شي حاجة ما وصلت للفكرة ديالها فالمستمعات تبارك الله دائما كيعتاوا في الواتساب دغية يعتاوا النصائح او ليصوروه فكن شكرك بزاف علم الجهود اللي درتي انا كيتثوري دابة يعني وحنا كنتكلموا عن البريوش على شكل حزيمات وصورتها كغير بالشغل باش توصل للفكرة وفعلا وصلها طلعتك صحيح يعني الطريقة سهلة كذلك سنة ام شرف الاختصاصي في فنطبخو الحلويات اللي كتشارك معنا باستمرار سمعات المستمعات اللي بغات طريقة ديال بريوش وبغات تعطي واحد الاقتراح ديال العجينة ديال الرغيف ديال المسمن في الفران اللي بلاز بدهو كي يجيزوين بزاف ولي فصراحة في الصورة ديالو كيشهي في المقادر ديالو فيه بالنسبة لهذا الرغيف اولى المسمن في الفران فيه 400 جرام ديال تحين فورس 400 جرام ديال تحين فورس مغرب المزيان قبيسة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال السانيدة معلقة ديال الخميرة الفورية ديال الخبز ساشة ديال الفاني والماء عادي المدفع اللي غادي نجمعه العجينة هادو هما المقادر بنسبة لهذا الرغيف احتاجه 400 جرام ديال تحين فورس من النوع الجيد تحين فور يد تحين معلقة كبيرة تسانيدة معلقة الخميرة الفورية كيس واحد من الفاني ساشد الفاني والمال عادي نخلطوا هذه المقادر مع بعديتهم خاصة عجينة تكون قاسحة ومن بعد من التعجين تكون عجينة قاسحة نجعلها كترتاح نأخذها ونشكلها على شكل كويرات نقطعها على شكل كويرات ونجعلها مرتاحا ونبعد ترخفوا نورقهم الخالط ما سنعرت براءة من زر الزيت المخلطة مع علاقة ونسكس زيت الروميا ونخلطها مع علاقة هذا نخلطه وبعد المال عجينة تكون خرجت لنا قاسحة ونجعلها ترتاح ومن بعد نقطعها على شكل كويرات ونعود ونجعلها ترتاح ونورقها براءة من زر الزيت مخلط مع علاقة ونورقها بهذه الخالطة يعني نأخذ كل قريسة كل كويرة بعد مرترخفات لنا مزيان نورقوها بالمدلك بشجينة سهلة و نورقوها و نبسطوها على شكل دائرة و ندهنوها بذلك الخالطة الزيت والطحين و من بعد نطويوها بطريقة عادية على شكل رغيفة صغيرة على شكل مسمنة مربعة على الليمن على الليسر بعد الجهة اليسرية و بعد الجهة اليمنية و من بعد ملي كنكملو هاد الرغيفات ندلوهم في اللاطة ديال الفران و ندهنوهم بصفار ديال البيض و ندخلوهم الفراني طيبو لنا سنة ام شرف زادت واحد الزيتين اللي احتهوز و اندكس العملية طيبو النافل الفران عندكم شوية دياللوز كونكاسي ديروهم الفوق محمر عندكم شوية دياللوز افلي عندكم شوية ديال الكوك محمر ديروه كدلك رشو بخيوط ديال العسل و عاد رشو مثلا بهاد المكسفارات او الكوك محمر بالنسبة لإضافة لذفت الدررغيفات والألمول Sami الذهاب ادخلتوهم الفراني طيبو زيناتهم بوح تلك الزيتين واللي هو اخدات كوكاو يعني كوكاو هرمشاتو وطفت لها معلقة ديال الروح و الملوين ديال البيستاش, يعني دافتوا لي permission One one معلقة وله رسم معلقة صغيرة لحسب كمية الكوكاو اللي عندنا هذا هو كوكاو مهرمش شتاتو ودارت فيه معلقة وله رسم معلقة ديال الروح و الملوين ذيال التذيف يعني هذا الذي يعطي اللون والمضاق ذي البيستاش حكيته على ذاك الكوكو مزيان حتى ذاك اللون و ذاك المضاق ذاك البيستاش يدخل في ذاك الكوكو وصدفته في اللطة ذاك الفران وشعلت عليه الفران غير من الفوق وبقيت مرة مرة تتحرك حتى نشوف عليه ذاك اللون وحتى يعني كي يبحل البيستاش المضاق دياله كي يبحل البيستاش والذاكو يعني نهائيا ما كيتعرفش هذه الصراحة فكرة زوينة بالنسبة للسيدات التي يخذ مصاب لي وبغاو يديروا يعني هكا ويزينوا بالبيستاش هذه الطريقة او مثلا في المهلابية كان بغاو البيستاش ممكن نديروا هالطريقة وبعد نبات ما يكونش متوفر نديروا هاد القادية ديال الكوكو ومهرمش بعد اللقلة ما نكونوش نرسنا لانه احنا عارفين شو ندرنا عارفين ان احنا اللي اخذينا الكوكو ودرناه على شكل البيستاش فناخدوا الكوكو ونهرمشوه نضيفوا لي معا القادية للروح الملوين ديال البيستاش يتبع بالعبار اللي يعطي اللون خضر والمذاق ونضيفوا في الكوكو ونحقوا عليه هذا الروح والملوين حتى يدخل فيه مزيان نستفوه في اللاطة الفران نشعله الفران غير من فوق ونبدأو نحركه حتى نشوفه مزيان ونحصله على الكوكو بالمذاق ديال البيستاش وزينت به هاد الدهنت رغيفة بالعسل وزينت به هذا الكوكو بيستاشي يعني استراحه جازوين في المنظر في شكل دياله وحتى المقادر ديال العجينة سهلة 400 جرام تحين فورس شوية الملحة معلقة كبيرة تسانيدة معلقة ديال الخميرة المعجونة يعني الفورية والمباج عادي باش نجمع العجينة نخلطو هاد العجينة ونجمعوها مزيان تكون عجينة قاسحة نخليوها ترتاح ومن بعد من ترتاحين العجينة نشكلوها على شكل الكويرات ونعاود نخليو ذوك الكويرات يرتاحوا ومن بعد نورقو هاد الكويرات بالمدلك ونورقوها بمسكاس مخلطة الزيت مخلطة في جوج معالقة طحين فورس ونورقوهم ونورقوهم بهذا الخليط ونطويو كل عجينة كل الكويرات نطويو على شكل رغيفة ونقاو غدين حتى نكملوا رغيفة ديالنا على شكل مربع ونستفوهم في اللطة ديال الفران وندهنوهم بصفار ديال البيض بالشيطة ندهنو بصفار ديال البيض وندهنو بصفار ديال البيض لك الساعة يعني كندخلوهم الفران يعني كيطيبوه كيطيبونا بطريقة عادية وكيتحمرو وندهنوهم بالعسل ونرشوهم بهذا الكوكاو بالمداق ديال البستاش يعني رائعين في الصراحة منيت انكم نشوفهم في الصورة كيجيوزويني بزاف وشكرا شكرا شكرا ومشرف على هذا الاقتراح اللي مشكورة جدا بإلحاح بغيت المستمعات انهم يجربوا هذا الرغيفات لانه كيجيوزوينين واكيد المستمعات ان شاء الله سيجربوهم راهية كيف قالت غير زلافة ديال الطحان فورس راه كانت تخرجت من يد المسيمنات ومن اللي تقدرنا هذا الخالط اللي كنقرسو به ديال الزيت والطقيق كان عاودو حتى كنسالي والمسمن يعني هذا المسكاس معجوج معالق ديال الطحان فورس خلطوه هو اللي كتورقو به هاد المسيمنات هو رجل تشياله هو هذا بحالة كيعود الزبدة يجووا طبيعا يجووا يعني مزيانين بحالة فيهم الزبدة ويرغي ديال الخالط ديال الزيت مخلطة في جوج معالقات ديال الطحان فورس يباش كتورق وإلا سأللكم هذا الخالط تعاودوا على حسب المسيمنات يقاتلنا انه هاد المقادر كيخرجوا ثمانية ديال المسيمنات وانتم ممكن ضعفوا الكمية وبتالي غادي تضعفوا هاداك الخالط ديال الزيت والطحان وكتبقوا حتى كتساليو فكنضن نتمنى انه هاد كيف ما قالت يعني ذاك نسكاس ديال الزيت معالقات ديال الطحان يعني كيجيو بحالة فيهم الزبدة فكنضن يعني هادو هوا الاقتراح ديال السناء بالنسبة يعني هي عودة اكدت لي على انه ذاك الكوكاو اللي درنا في ذاك الروح الملوين ديال البيستاش فنكونوا نديروه وندخلوه مزيان يعني هاداك الروح الملوين ندخلوه مزيان في ذاك الكوكاو ونستفوه فلاطا ديال الفران نشعلو عليه غيمة الفوق يعني النار تكون غيمة الفوق الكوكاو يعني غيمة الفوق الكوكاو وكان بقاو نديروه نجيبوه حتى كي نشوف مزيان هذاك الروح والملوين على هذاك الكوكا نتمنى تكون وصلت لكم الفكرة دي لهذه الرغيفات ونتمنى إن شاء الله أنكم تجربهم اللي جربتهم تصورهم يعني اللي جربتهم تبعتهم ليها كفرقم دي الواتساب لأنه صراحة كان بغي أنه المستمعات اللي يجزيهم بخير وإن كان لوجه الله يعني كيعطوا هذة الاقتراحات كيفيدوا بيها المستمعات ولكن في الصراحة من اللي تبارك الله كاتوجدوا شي حاجة وكاتبعتوها لي وكان صفتها مثلا المستمع ركن ضن أنه كيكون اعتراف زوين أنه الحمد لله المجهودة دي لهم وإن كان يعني حاسين أنه الحمد لله ما كاتمشيش ريسودا لأنه تبارك الله مع نهاية البرنامج ما شاء الله عليكم الله يقدركم دائما كتحاولوا أنكم توجدوا قاعداك شي تقريبا على حسب الموجود عندكم في الدار كتحاولوا على أنكم تجربوا الاقتراحات تدكشي علاش الحمد لله المستمعات يعني كيديروا ما في جهدهم أنهم اعطوا مقادر مضبوطة طريقة مضبوطة ذاك شي اللي كيصيبوا فضلوا ليداتهم كيتقاسموا معاكم ذاك شي اللي كيصيبوا يعني الحلويات المحترفات ولا في الطبخ كيتقاسموا معاكم وأكيد ذاك شي علاش الحمد لله يعني حتى من خلال غير راديو غيب السماع تبارك الله عليكم يعني كتفوتوا يعني كل الاقتراحات كتعطيوهم مشير طريقة دين وإنما كتفوتوها اللي فتبارك الله هذا كيدل على أنه إن شاء الله الحمد لله كتبعوا معنا وكتمشيوا يعني دقاب دقاب المقادر بالمكونات وحتى الأمور كتكون مبسطة مع نهاية الحلقة إن شاء الله أنا غدي نبحث عن الحلقات اللي باقي النقصين ونزلهم في موقع للا بلوس أو غدا نقول لكم الحلقات اللي كينين ونتمنى نكونوا كنفيدكم إن شاء الله دائما من خلال برنامج اللاملتي لكم تحية وفاء فائز رفقتنا في الإخراج سامير فون دانا مياء البيكري في البرمجة الموسيقية ساميحة شوبي ما شكرا جدا فستقبل